يبدو أن خارطة بسط النفوذ في العاصمة ترابلس قادمة على موجة تغيير جديدة بعد أن كشفت صحيفة العربي الجديد عن أن رئيس المجلس الرئاسي المقترح فايز السراج يعتزم إطلاق خطة أمنية في المدينة بدعم من البعثة الأممية السراج وفقاً لصحيفة يسعى إلى الحد من نفوذ الكتائب العسكرية التي تغولت في الدولة وبسطت نفوذها في إطار زعيها للانفراد بالقرار الأمني في المناطق التي تسيطر عليها هذه الكتائب الخطة الأمنية تهدف لتغيير قادة عدد من الكتائب العسكرية بقرار رسمي وتعيين آخرين لضبط التشكلة الأمنية في المدينة مستهدفة بالدرجة الأولى كاتبة الثوار ترابلس وفرع الأمن المركزية وسليم وتحجيم نفوذهما بالاستعانة بكتائب عسكرية منوئة لهما من خارج العاصمة وتصنيفهما خارج القانون في حال رفض قرار تعيين القادة الجدد تسريبات العربي الجديد سبقها بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بأنها ستنظر في فرض عقوبات ضد كتائب أمنية في ترابلس تهدد وتعرقل عمل المؤسسات السيادية في البلاد قد ينتهي الود مع الكتائب التي أمنت دخول رئاسي للعاصمة ترابلس واستفادت بالمقابل من الوضع وهو ما أربك المشهد الأمني وقد يكون وقت التضحية بها قد حان ترجمة نانسي قنقر